أولاً بشكركم جداً وبشكر دار الريال وبشكر الموقع بتاعكم لأنه انتوا بتعملوا دايماً تخطيئة أعلمية بشكل رائع جداً وصابقة على كل المستويات مش بس بعد العرض انتوا قبل العرض بتبقوا سبقين وأثناء العرض بتبقوا متواجدين في العمل ثم بعد كده بتعملوا تخطيئة كمان بعد نجاحات هذا العمل فده شيء يعني بشكركم عليه تعالي مفكر أنه أي عمل بيجي للممثل مهمة أولاً ولازم يشده ويحصل عنصر جذب أنا هشتغل العمل ده ليه أنا مش بعرف أطلع فيما معناه حتى لو كان ظهور مميز مش بعرف وبحس أن أنا بقل مني بحس أن أنا بجدب على جمهوري ولأنه الناس دي اعتمانتلي على حاجة مهمة وعلى مهنة مهمة جداً فنازم أبقى صادق عشان أقدر أوصل لهم اللي أنا حاسه بجد مع اختلاف الشخصيات ففي معظم المسلسلات اللي الواحد اشتغل فيها الحمد لله رب العالمين يعني عدت فوق المئة مسلسل بفضل الله سبحانه وتعالى واحد بقاله يمكن أكتر من ستة أو عشرين سنة فالحمد لله رب العالمين منها اللزور خاص ومنها البطولات مشتركة ومنها البطولة جماعية ومنها الأدوار تانية الحمد لله فكل حاجة الواحد بيشتغل بيبزل مجود فيها نرجع لطبيعة العمل هنا العمل هنا مختلف شوية ليه؟ لأنه بطلة العمل روجينا وروجينا هنا لازم أقف شوية لأنه أيوة عادتك تقوليك أوليك أقولك روجينا هي أخت من قيم المعهد وتستمر وتظل لنا أخت بجد على كل المستويات الإنسانية في اللوكيشن هنا مهتمية بكل التفاصيل اللي خاصة بكل الناس اللي موجودة مش بس على مستوى الشغل على مستوى الاهتمام إن انت كويس إن انت تبقى مهتم إن انت كويس يعني لسو كليم رز بلبن شوكولتات عصاير بنفتر في رمضان مع بعض بنتصحر مع بعض عندها ميزة حب العطاء حقها علينا إن إحنا نبقى كلنا سبورت ليها لأنها تستحق ده وتستحق يدي البطولة ويدي النجومية من فترة وهي من بداية ظهورها وهي عارفة يا راحة فين لأنها ممثلة مكتملة الأحاسيس والنطج الفني وانسي ما جاءت الفرصة فهي تستحقها وكل عمل بتقدمه بتقدمه بشكل مختلف وبشكل مغاير جدا خاصة إن الأدوار النسائية بتبقى صعبة لأنه أحيانا بتبقى شبه بعض فهن يبقى يبدور نسائي تلاقيه هنا غير هنا غير هنا غير هنا على مستوى يعني لما تتفرج على ستهم ما هذه الجرأة اللي تخليها أنها تعمل كده وتحمل ما هذه الجرأة اللي تخليها تتحدى نفسها هنا ما هذه الجرأة في البرنس ما هذه الجرأة عندها تركيبات مختلفة وبتهتم بكل التفاصيل حاجات الشخصية والكاركتر والتركيبة وبتاعة فما أقدرش أفكر في أن أنا أقول أنا موافقة ومش موافقة لأن أنا حابب أكون موجود معاها دكتور أشرف زكي مش بس لأنه نقيب الممثلين لا هو أخ وصديق وإنسان عزيز علينا ليه الشرف أنه هو ده رسلي في المعهد وكني له احترام وتقدير لأنه كنت أعوده مجلس نقابة المعنى التمثيلية معاه دورة كاملة أشهد الله سبحانه وتعالى أنه بيبذل مجهود ليل ونهار مع كل أعضاء المجلس ربنا طبعا يجعله في مزان حسناته فعشان كده تحت أي ظرف لازم نكون أنا سعيد وأنا موجود معهم تقدري تقولي رد الجميل ليهم والناس كتير جدا نيجي للورق اللي موجود الورق اللي موجود لأمين جمال في مؤلفين بتبقى أنت عارفة أنه أول ما يجي لك الورق الخاص بهم أنت عارفة بتدمني تميمة النجاح أو حظ كبير من النجاح لأن أنت بتبقى عارفة أن الورق در يحفين هو كتب عدد كبير جدا من المسلسلات لقيت نجاح جميل جدا هو كمان من المؤلفين اللي بيكتموا دراما اجتماعية بشكل كويس بتبقى حلوة وقريبة من الناس ولا تنفصل عن الواقع تعالي نتكلم على الإخرار عندنا مين؟ رقوف عبد العزيز المخرج ليه الحظ أن أنا شرفت أن اشتغلت معه في عدد من المسلسلات كمدير تصوير ثم حظ أن أنا اشتغل معه كمخرج ونجح في الاتنين كمدير تصوير في هذا العمل ومخرج في هذا العمل والميزة اللي فيه أنه بيهتم بالممثل بكل التفاصيل الخاصة به فهو بيغير الممثلين اللي موجودين وبيهتم بالتفاصيل أنه يبقوا مختلفين تعالين يجي للدور قصد شركة الانتاج اللي موجودة لم تبخل هذا العمل بأي حاجة فبتالك الجو كله أن أنت تتفرق تمثيليا ولم تبخل على مستوى الليكشينات وعلى مستوى الدكور وعلى مستوى كل حاجة في أن أتطلع عمل كويس فدي حاجات كويسة الدور بقى اللي بعمله عزمين عزمي شخصية طيبة هي شخصية طيبة وأنا مبسوط أنه بعمل ظهور خاص في العمل ده فيه كوكبة لذيذة جدا في العمل المتواجدة هنا عمينا سالة عبدالله الخال أحمد بدير أحمد سلامة أحمد مجدي ميسليم رشا مهدي رانا رئيس حمد سروت يوسف الأسعي رب ما كون ناس حد تجميع كبيرة وتجميع مميزة محمود حجازي مجموعة كويسة جدا ومجموعة هيلة مراد مكرم فالمجموعة ديت بوكية حلوة قوي إنه أقدم عمل فكرة العمل الشخصية اللي أنا بعملها شخصية طيبة وهو الراجل اللي عنده جوز بنت عم سالة عبدالله ومراتي اللي هي بنته توافت وعندي بنت صغيرة بيحصل مجموعة سراعاتها تبدأ من الحلقة السبعة الناشية في الطبعا دو ونيجي مشكلة المسلسل مشكلة حقيقية مشكلة قريبة من الناس وهي سطوة المال المال ممكن يبقى نقمة لو أنت أسأت التصرف ممكن يبقى نعمة لو أنت أحسنت التصرف هل المال ممكن أنه هو يأثر علينا نخلي الناس أخوات تقتل بعض تسجن تعمل هارفة لما تلاقي أن المسلسل مع احترامي برغم أنه يقدم سنة 2024 فهو عامل أبديت للشاهد والدموع واللال الحلمية والمال والبنون فهو عامل امتداد لكن بشكل حديث ومودرن قريب من الناس فلا طيب عزيزي بقى تقول لي عازمي من بعد ما اعرض وظهرت الشخصية اي ممكن يكون رد فعل جالك حسيته مختلف جدا لما أسألك من زمين من أسرتك من صديق لي من الجنهور بتاعت أكيد في حاجة جثلة كانت مختلفة تماما بما أنك كل رمضان أو كل عمل بتعمله بتودينا في حتة تقنية بصي أنا بقولك على حاجة أولا نجاح العمل ونجاح لنا ما أسوأ أن أنت تعمل دور بطولة كبيرة في عمل لم يحقق نجاح ما أجمل أن أنت تعمل دور وليكن بسيط في عمل حقا نجاح فأنا مبسوط برد الفعل أنه الحاجات كلها متصدقة في المسلسل الناس حبا أن تعرف الشخصية دي يعني مبارح كنت في تكريب ابني في النادي والحمد لله يعني فازوا بطولة 2014 في اليد نادي الأهلي ماشاء الله طبعا فكنت موجود فالناس بتسألني هيعمل إيه السؤال عزمي هو أنت بجد طيب ولا هيحصل حاجة ولا أنت هتعمل حاجة ولا إيه فأنت قلقنا جدا لأنهم متعودين أن أنت ممكن يحصل فيه تويست بالشخصية فأنا قلت لهم على قد ما أقدر هاعدكن المسألة تبقى بسيطة بس ما أعرفش هالي نمزي مش عارف لا بسيها هتبقى الشخصية مفاجأة كهمدة جدا إن شاء الله من الناس إن شاء الله بإذن الله طيب أنا هاخروف بقى من سر إلهي وهروح لع تبات البحثة وبعد كده طبعاً مصار إجباري وكبر فشوف أنت عايز تبتدي بإيه وتتكلم على إيه الأول اللي أنت عايزه شوف بقى هتبتدي بمين فيه بوس أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه كتير علينا إنه السنة دي حظي والله ده رزق ربنا والله العزيم رزق ربنا يعني الواحد يشكر ربنا لأنه يعني بجد في سر إلهي عتبات البهجة مصار إجباري كبرى إمبراطورية ميم الحمد لله رب العالمين بمئة راجل فهدين يعم كتير جداً من ربنا يعني الحمد لله شخصيات متنوعة وشخصيات أنا مكنش متخيل والحاجات كلها بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أراد إنها كلها تتنظم وإنه كلهم المخرجين منفزين أنا بشكرهم جداً لأنه تعبتهم جداً وكلهم قدروا ينظموا الموعيد فضل يومين وخلص تصوير خلاص الحمد لله خلاص كده وقدر أتفرغ لأسرتي وبيتي لمراتي لولادي في رمضان حابي بعود معهم شوية بس الحمد لله هم سعداء لا هم سعداء طبعاً هم سعداء بالنجاح تفرحنين بيا وليا أكتر مني بصراحة يعني عتبات البهجة من المسلسلات في حاجات مهمة قوي دكتور يحل فخراني وأستاذنا يحل فخراني لازم توفقي من غير أي تردد لأنه أول ما جالي التليفون أنا معاكم العدل جروب شركة ولا عرفت حاجة العدل جروب بكل قلبي بشكرهم شركة محترمة 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 على كل المستويات كل الشكر والتقدير لدكتور الجمال العدل ودكتور نتحط العدل وأستاذ محمد العدل بجد وشكر خاص لأخويا طبعاً صبر السماك المنتج الفني وللمقرجة المنفذة نهلة فاروق الناس بتعمل كل حاجة عشان تخليك تمثل بس شركة ليه الشرف إن أنا اشتغلت معاهم جداً جداً بجد بشكرهم من كل قلبي طبعاً وسلسل عتبات البهجة أو السيد زيحة الفخراني وصلاة عبدالله ومانا مراد انت تكلمي المجموعة والورق لدكتور متحط العدل فانت بتكلمي لأ أنا مبسوط إن أنا تواجدت في العمل مبسوط إن أنا بشارك فيه عامل كاراكتر مختلف حانا في القطر بلتجي دمه خفيف للازمات كويسة مسمع في الشارع رد فعل كويس الحمد لله رب العالمين حاجة كويسة يعني وسعيد بيها طيب كبرى بقى كبرى مفاجأة لإنها هتتعرض من يوم 15 ومفاجأة لي أنا بقولك لا أنا بعمل العمدة لا ما هو جنس الأفيش أنا بعمل شخصية العمدة شفت كواليس إزاي لا العمدة المسلسل كبرى الحلقة مسلسل كوميدي وساسبنز ومحمد عاد الإمام غير محمد عاد الإمام ده غير يعني هو ابن الزعيم عاد الإمام بحق وهو أخر رامي إمام الخلوق بحق محمد عاد الإمام ده إنسان وفنان لا أنا اشتغلت معاه في هوجن واشتغلت معاه في كبرى أنا مبسوط أوي باتمناله من كل قلبي إن إحنا نحقق نجاح كبير أوي لأنه عاملين أنا عامل الكاركتر مجنون في المسلسل طيب مصاري جباري مصاري جباري كل الشكر والتقدير بجد ومن كل قلب الندير خان إن حالفنا الحظ إن أنا أشتغل معاها لأنها لا هي حالة خاصة إحنا عملنا بروفات كتير جدا عشان نوصل للكاركتر اللي أنا بعمله وشخصية مسعد كلما نقرب لحاجة نبعدها كلما نقرب لحاجة نبعدها لغاية ما وصلنا الكاركتر ما اتفقنا عليه في لحظة إحنا الاتنين وهو عامل صدمة للمتفرج ولسه من الحلقة السابعة والتمنى لغاية الخمستاشر مسعد ده موضوع كبير أحمد داش عصام عمر بسمة رشد الشامي أخويا وصديق عمري وصابرين كرو الانتاج هاني عبدالله محمد جمال دينا كرايم دينا كريم أنا بشكركم من كل قلبي بشكركم على لأ لأنهم صبرت جدا للمسلسل وعملين حاجة كويسة أو في مصرق البالي طيب محسن نفسي أمن بعد من يخلص الوماين تصوير وهيبقى بعدك دهوك وتفرج أو نازل أقولك طبعا ناسب والله طبعا أنا برضو لما جال يزور خاص في إمبراطورية مين مع خالد النبوي شركة أرومة مصطفى العود التامر الملتضى والمنتج الفن أحمد والعزيز وخالد النبوي خالد النبوي يعني مهتاجة يعني الناس الجميلة واللزيزة آه يعني فكان لازم نعمل دوت مئة راجل ممدوح شاين الشركات المحترمة أنا حبيت أن نحنا نعمل دوت مع سمية الخشاب محمود عبوغني محمد القصم محمد ردوان كل دول زمائل عملنا حاجة كويسة وأتمنى من ربنا سلسل بيتعرض ويحقق نجح كويسة يا رب إن شاء الله يا رب يا رب طيب مولتي بيز بقى إيه اللي أنت ممكن حتى بقى وبعد ما تخلص بقى تصبير وتتفرج من الأعمال بتاعت الزيارة عايز أتفرج عليهم عايز أتفرج هم بيبعثوا لا هم بيبعثوا الفكرة في حاجة أنا بحسب نفسي معلش دي موطوة تاني بحسب نفسي لأن أنا بحض أتفرج على كل خارجة أنا أنا عامله بحض أشوف أنا عامله إزاي طب أنا أنا في كبرى العمدة ده أنا في اللي بعتلي دوت أنا محتاج أشوفني هو أنا هو أنا فعلا أنا اكتهدت على قد ما أقدر في دول ولا أنا الظروف ولا أنا كنت محتاج فبعد أحسب نفسي عشان لما ييجي بعد كده حاجة لأ أنا أنا استسهلت لأ كان المفروض أعمل آه أنا بحيس بحيس إنه كل مرة ببدأ في حاجة وكأني ببدأ فيها من جديد شكده بقعد أتفرج عليهم بس محتاج الوقت مسترنا بمخلص بس إن شاء الله طيب بعد ما نخلص من تسيزون رمضان بقى في حاجة أنت بتقروا ما هستعد لنا أو حاجة أو فيلم معين هتصور فيه أو أي حاجة المفروض إنه في فيلم بنعمله ده إنتاج محسن الشوادي آه الورق جي وأرنا آه المفروض إنه يتم تصويره بعد رمضان إن شاء الله خمس مخرجين كل مخرج بيخرج ثلاث حلقات آه المائة كبيرة آه ده برضو إن شاء الله لسه بإذنك رب أرينا جزء منه وقالوا إنهم هم هايخش بعد رمضان آه اسمها محامي نفسي الحلقات اللي أنا شغال عليها آه فدي لسه بعد رمضان إن شاء الله هنبتدي إن شاء الله أول تصوير بعد رمضان بالإضافة للفيلم ومش فاكل بس فيه ممكن ورق أو حاجة مش عارق اسم المئة ايه افتكر كده استني والله العزيزي على مهلك براحك استني آه والله هافتكر لك معايا الورق ناسي براحك والله هافتكر لك ناسي خالص والله والله العزيزي فعلا أكسم بالله أنا فدي تعرف النهارده إيه نهارده تمانية واربعين ساعة خلصنا ودلوقتي وطالع بكرة لأ فعمال بقول لسه مش عارف فعلا يا إله مش عارف مش كورك بإيه مش كورك بكل علب اسلاميلي يا رب كل سنة وانت عايبين كل رمضان وانت بخير كل سنة والأمة العربية بخير رمضان بخير وعيد سعيد عليكم محصن منصور اشتركوا في القناة